طب نعمل إيه إذا كان الوضع بهذه الحال تعالوا نقول شوية إجراءات هذه الإجراءات عاي يكون لها أثر كبير جدا جدا في وصلنا إلى حالة من حالات الاتزان الإجراء الأول تعالوا وعنلم أولادنا لما يكون عندهم مشاعر مؤلمة مش أول حاجة يعملوها ينشروا الكلام ده على السوشيال ميديا أي يا جماعة ما احنا عايزين بقى نقول ونفضح ونعمل ده ولكن نتكلموا مع شخص حكيم يسقوا فيه يسمعهم ويقدر ويقدر الشعور اللي هم فيه ويساعدهم على أنهم يستثمروا هذا الشعور فيخرجوا إلى حالة من حالات الاتزان إجراءات تاني ده مهم أول 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 ننبه أولادنا لده كان زمان ده موجود في كل وقت موجود طول الوقت عندنا حد زي ما يكون كده زي ما فيه طبيب العيلة فيه حاكم العيلة بنروح نكلمه ونقعد معاه احنا محتاجين يبقى عندنا ناس حكماء عشان نحافظ على الاتزان تاني حاجة كل واحد فينا يدور ولو ما لقاش علائي أماكن كتيرة جدا جدا وناس كتير يساعدوه على أنه يتزن تاني حاجة نحدد أوقات معينة للسوشال ميديا ما نتعدهاش لأن احنا لاحظنا أن كل ما بيتزيد أوقات البقاء على سوشال ميديا كل ما بيتزيد إمكانية العدوى زي كل ما تقعد في وسط الناس عندهم عدوى احتمال كبير تتعد منه يبدأ أفضل أننا ما نزيدش في تقديري عن ساعة ونصف اليوم متقسمين من 9 إلى 12 مرة يعني ما فيش حال يسمعه أن أنا أقعد ساعة ونصف وبعدين أقعد نصف ساعة لا احنا مجموعة 5 دقايق نشوف إيه اللي احنا عايزينه ونمشي لكن مش معقولة يعني أنا وقعد في الاجتماع مع الناس أنا وبكلم الناس أنا وقعد بذاكر أنا وبيعمل كل حاجة الموبايل معي وأقعد أدور على أخبار جديدة وما فيش أخبار جديدة ولا حاجة لكن إيه اللي يحصل ده يجر ده وده يجر ده لغاية ما بص إن أنا مع فيديو من الفيديوهات اللي في النص كده ألاقي نفسي تعديت وبعد ما كنت أكمل شغلي خلاص نفسيتي بقيت دون وخلاص مش هقدر أكمل تالت حاجة مهم جدا إن احنا نعملها نشجع نفسنا وأولادنا على إننا في الأوقات الصعبة إننا نستمر في برنامج عملنا اليومي ما نوقفش حاجة بالعكس بيبقى مناسب جدا 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 للحاجات المتعطلة والي وقفة إن احنا نعملها عشان نحس إن حياتنا لها إيمة وإن حياتنا دي هي اللي هترجع الأمور إلى النصابة تالت حاجة علموا أولادكم رابع حاجة لازم نعلم أولادنا بشكل واضح وبشكل مهم جدا 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 إن احنا نفضل دايما نفضل دايما بنفاهم نفسنا وبنقول دايما إن ما فيش أي حد بيتهزم وهو مع ربنا سبحانه وتعالى انت نصروا الله وانصركم احنا لازم نستمر لازم نستمر ونقول لله سبحانه وتعالى اللهم إنا نعلم أنك قد وعدتنا بأنك تحمي عبادك الصالحين وأنك يا ربنا تكره فساد المفسدين وإجرام المجرمين اللهم إنا نتمسك بأخلاقنا ونتمسك بمددك فاللهم يا ربنا فرجا قريبا ونصرا مؤزنا يا رب العالمين على كل خسيس خان الإنسانية وخان القيمة فنسألك يا مولانا أنتقين شرهم وأن تجعلنا يا ربنا في أمانك وأن تجعلنا في ضمانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين